انطلقت طائرة إسرائيلية خاصة من قطر إلى قبرص ومنها إلى إسرائيل مطلع فبراير الماضي وذلك بغرض محتمل في استخدامها بنقل مبلغة مالية مليونية ضخمة إلى تل أبيب جاء ذلك بعد أن كشف موقع إخباري إسرائيلي عن زيارة سرية لرئيس الموساد وقائد المنطقة الجنوبية في الجيش إلى الدوحة التقيا خلالها بشخصيات قطرية من بينها رئيس الاستخبارات القطرية ومستشار الأمير للأمن الوطني هذا وأوضح وزير الدفاع الإسرائيلي السابق أفغادور لبرمان في تصريح تلفزيوني أن الرئيس نتنياهو قد أوفد رئيس الموساد والوفد المرافق له إلى قطر ليطلب من الدوحة مواصلة دعم حركة حماس الفلسطينية